السيد الصدر محمد رضوان الله على روحه المقدسة الطاهرة مما ذكره في خطبة الجمعة ومن على منبر الكوفة المعظم فيقول قُدِّس سرُّه ومن الأمور التي يُشيرُ إليها النبي صلى الله عليه وآله في خطبته استحبابُ أن يُفطِّر الفردُ صائماً وهذا المعنى شاملٌ للصائم وغيره يعني يُستحبُّ لك أن تُفطِّر صائماً سواء كنت صائماً أم لم تكن وهذا يدخلُ في الحقيقة في المنهج الإسلامي العام لقضاء حاجة المُحتاجين فليس من العدل والإنصاف أن يكون فطورُ طبقةٍ من الناس من أطايب الطعام والشراب وفطورُ طبقةٍ أخرى يكونُ متواضعًا جدًا أو أنه لا يجدُّ له إفطارًا إطلاقًا وهذا موجود بل مُقتَضَى العدل الإسلامي هو تساوي هاتين الطبقتين مهما أمكن وذلك أن الله تعالى أمر الأغنياء بالإعطاء إلى الفقراء في كثيرٍ من تعاليمه الواجبة والمُستحبة كالزكاة والخُمس والفِدية والكفَّارة والعِتق ووجوب إنقاذ المُضطر واستحباب الصدقة واستحباب قضاء حاجة المُحتاجين أو وجوب قضاء حاجة المُحتاجين وغير ذلك كثير حتى أن تقسيم الإرث بين الورثة يدخلُ في ضمن ذلك كما قال تعالى كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ومع ذلك نجدُ طبقاتٍ من الناس الدنيويين يدَّعون الاشتراكية بمُختلف اتجاهاتها وتفاسيرها في حين أن الإسلام بل أن خط الأنبياء كله إنما هو على ذلك وعلى الشفقة على الفُقراء والمُحتاجين مع هذا الفارق الرئيسي بين الجماعتين الجماعة الدنيوية والجماعة الدينية وهو أن دعاة جماعة الاشتراكية الدنيويين يعيشون عيشةً مُرفَّهة قد نالوا الشهرة والزعامة والمال بعنوان أنهم دعاةٌ إلى مسلكٍ معين أو مصلحةٍ اجتماعيةٍ معينة في حين طبعاً الكلام للسيد الولي في حين أن الأنبياء والأوصياء والمعصومين عموماً يغلب على حياتهم الزُهد والتقشف وشضف العيش وأغلبهم كانوا من قبيل الرُّعاة أو الفلاحين كما قال تعالى نقلاً عن أحد الأنبياء وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ يعني أنني حينما آمركم بشيء أو أنهاكم عن شيء فليس هذا لكم فقط بل هو لي أيضاً وواجبٌ علي ضمناً وأنا أولى من أن أفعله وأطبِّقه منكم وقال عن موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين وقال أميرنا وقال أمير المؤمنين عليه السلام ما مضمونه كيف أرضى لنفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم شضف العيش وقساوة الحياة ولم يُقصر في ذلك سلام الله عليه بل كانت كل حياته عليه السلام مبنيةً على الزهد المكثَّف والابتعاد عن الدنيا وما فيها مبنيةً على الزهد المكثرة